بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم له الحمد وله الشكر والفضل كثير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومشاهدي قناة عين التعليمية معكم الأستاذ مهند بن سعد العبيد متخصص في تعليم دوي الطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالمرحلة الابتدائية حديثنا إن شاء الله في مجال اطراب فرط الحركة وتشتت انتباه للفصل الدراسي الثالث ورح يكون تحت موضوع إثراءات سبع إرشادات التعلم عن بعد لانتباه أفضل أجلس في مكان خالم من المثالات الصوتية والسمعية كذلك قم بتدوين المعلومات الواردة بالحصة الدراسية ورقيا أو إلكترونيا ولمعلمي التعليم العام والأسر بإمكانكم الاستفادة مما يطرح في مجال اطراب فرط الحركة وتشتت انتباه وذلك للتمكن من اختيار الأساليب المناسب للتعامل بها مع الطلاب إن شاء الله اليوم رح نتكلم عن طريقة القاء الدروس لجذب انتباه الطلاب ذوي اطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في أقصى درجاته اليوم بإذن الله رح نتكلم عن بعض الطرق اللي بالإمكان يستخدمها معلم تعليم العام وكذلك معلم التربية الخاصة متخص في تدريس ذوي اطراب فرط الحركة وتشتت انتباه بعض الطرق اللي بالإمكان ان يشد انتباه الطالب من مثير خارج الدرس إلى توجيه نظره وانتباهها كذلك إلى الدرس بسم الله الأهداف التي سنأخذها في درسنا لهذا اليوم النقطة الأولى التعرف على ما المقصود بالمثلاثة الخارجية والداخلية في الفصل الدراسي كذلك المشتتات كذلك التعرف على بعض طرق جذب الانتباه كذلك التعرف على الطرق الصوتية والمرئية لاستجلاب الانتباه في البداية لا بد أن نراعي المعلم ومنافسة المشتتات الخارجية والداخلية معه في الفصل دائما ما يقوم المعلم بعملية الشرح والتدريس إلا أنه دائما ما يواجه إشكالية ألا وهي المنافسة للمشتتات الخارجية والداخلية من المشتتات مثل ما نذكر الخارجية الآن مرور مثلا الإدارية أو بعض طلاب الفصول الأخرى بجانب أو بجوار الفصل كذلك بعض الأصوات التي بالإمكان أن تكون من أعمال بناء حول المدرسة مثل هذه الأشياء تسمى مثيرات أو مشتتات خارجية بالنسبة للطالب دوي إضطراب فرط الحركة والشتتة الانتباه بالتالي من خلال حاسة السمع يتجه إنصاته من المعلم إلى ما هو خارج إطار الفصل الدراسي كذلك من المشتتات الداخلية مثل ما نحن موضحينها أمامكم بعض الأعمال التي توضع في الجداريات داخل الفصل وخصوصا إذا كانت هذه الأعمال بعيدة كل البعد عن يعني مثل ما نقول الأشياء الأكاديمية مثل ما هو واضح أمامكم في الشريحة مثلا لو نلاحظ صورة الشمس مثل هذه الصورة قد تكون غير مناسبة وخصوصا داخل فصل دراسي لكنها مناسبة مثلا في غرفة التربية الفنية أو مثلا في مثلا ممرات الداخلية للمدرسة ولكنها غير مناسبة داخل الفصل الدراسي بعض الخطوات التي تجذب انتباه الطالب ذوي الطلب فرط الحركة وتشت انتباه وقت الحصة الدراسية النقطة الأولى استخدام لغة تناسب الطلاب في الفصل من الأشياء التي دائما ننبه بها المعلمين ألا وهي استخدام اللغة المناسبة وعلى سبيل المثال لما المعلم يتكلم بالنسبة للطلاب أولى وثاني ابتدائي مثلا إلى ثالث ابتدائي أحيانا لما يعطيهم بعض التوجيهات لما يقولوا الأمور المحظورة كلمة المحظورة تعتبر غير مناسبة للطلاب في هذه الفئة العمرية هي غير مناسبة لعدم فهمهم للمصطلح لكن لما يقول الأمور الممنوعة أو الأمور التي لا يجب القيام بها تكون استخدامة للغة المناسبة سواء في التوجيهات السلوكية أو التدريس كذلك النقطة الثانية نمذجة الدروس نمذجة الدروس هي من الطرق التي بالإمكان أنها توصل المعلومات الأكاديمية بشكل أسرع بشكل أفضل لأنها تطبيقي عملي أفضل من النظري وخصوصا في بعض الدروس مثلا طريقة الوضوء صفة الصلاة مثل هذه الدروس بالإمكان استخدام فيها لعب الأدوار مثلا أو ما شابه وتندرج تحت سلوب النمذجة كذلك التغيير في نبرة الصوت التموجات الصوتية داخل الفصل المعلم لا بد أن يراعي هذا الأمر خلال حصة الدراسية لمدة 45 دقيقة لا بد أن يراعي أنه لمن يشرح في فترة معينة 3 إلى 4 دقاق يخفض صوته بشكل سريع طريقة خفض الصوت هذه ستستجلب انتباه الطلاب وخصوصا طلاب الذين يطلب فرط الحلقة بشكل انتباه أحيانا يحتاج إلى رفع صوته بشكل عالي وطبعا بشكل عام هو يكون مستمر في عملية التدريس يعني ما يتوقف إذا حس أن الطلاب وخصوصا طالب فرط الحلقة بشكل انتباه بدأ مثلا يلعب بالقلام أو مثلا يتوجه يعني البصر يتوجه مثلا لباب الفصل أو للنافذة كذلك التأكيد على أهم النقاط هذه من الطرق اللي بالإمكان يستخدم المعلم مثلا يقوم بضرب السبورة مثلا ركزوا يا طلاب ها يا محمد شوف الآن هذه المعلومة مهمة ركز عليها يضع عليها مثلا خط بالقلم السبورة من هذه الأشياء ركزوا على الصفحة رقم 17 الفقرة الثانية هذه من المعلومات المهمة حطوا عليها خط لابد أنه يعمل عملية أو أسلوب التأكيد كذلك التكرار التكرار ما يميزه أنه يتم ترسيخ المعلومة وحفظها مثلا نعرف الطلاب اللي عندهم في الطلاب فرط حركة وشيء تنتبه يعانوا من مسألة استرجاع المعلومات أو حفظها يعني تخزينها لمدة قصيرة فبالتالي عملية التكرار تسهل فهم الطالب وكذلك حفظه للمعلومة يعني بالإمكان أنه نهاية الحصة لما أسأل مراجع للدرس أجد أن الطالب متمكن أو حافظ أو عنده جزء من المعلومات اللي شرحناها في درسنا اليوم كذلك التقليل من التحدث لابدنا نراعي على المعلم أنه يتنبه أن لا يتحدث لوقت طويل والنقطة الثانية أتمنى أن الكاميرا تكون علي لهو المعلمين أتمنى أنه لا يطول في عملية الكتابة لا يعطي ظهرة للطلاب لوقت طويل هذه من الأمور اللي يابد أن يراعيها معلم الفصل كذلك تشجيع الطلاب على المشاركة والإجابة حتى لو كانت الإجابة غير صحيحة لا مانع من التعزيز ما شاء الله زين سمعنا صوتك بارك الله فيك من هذه الأشياء تجعل الطالب يعني يكون بشكل دوري مشاركاً خلال الحصة الدراسية كذلك توجيه الأسئلة للطلاب من الطرق المناسبة إذا كان مثلاً الفصل في طلاب ذوي الطرق فرط حركة شانتباه ولا يفضلون مشاركة بإمكاننا نضع سؤال على السبورة نهاية الدرس أو في منتصف الدرس ونجعل جميع الطلاب يكتبون في ورقة خارجية ويجيبون عليه ويسلمون نهاية الحصة وبالتالي هذه تعتبر مشاركة كذلك حتى من الطالب ذوي الطرق فرط الحركة وتشتن دباه لابدنا نراعي النقطة الثالثة والرابعة وهي التحقق من انتباه الطلاب النظرة الشاملة للفصل توزيع نظرات المعلم على جميع الطلاب مع التركيز على الطالب ذوي الطرق فرط الحركة وتشتن دباه لأنه أكثر احتياجاً لهذا الانتباه كذلك تشجع الطلاب ذوي طرق فرط الحركة وتشتن دباه على طلب المساعدة هذه من الأمور اللي لابدنا نراعي فيها يعني نقول للطالب لا تستحي ارفع يدك حتى لو تجيني بعد نهاية الحصة لو تجلقاني في الممر اسألني ما في مشكلة لابدنا نعطيه أريحية السؤال لأنه أحياناً تكون عنده المعلومة مثلاً صعبة أو ما فهمها وبالتالي يستحي أنه يسألك ويمكن يسمع منك مثلاً توك تسألني نهاية الدوم ليش ما فهمت وانا اشرح فبالتالي لابدنا نعطيه أريحية أنه يسألني في أي وقت وبالتالي رح يكون عنده شجاعة بالسؤال عن أي شيء لم يفهمه بعض الطرق الصوتية والمريقية لاستجلاب انتباه الطلاب من الطرق الصوتية ألا وهي استخدام إشارات الصوتية مثل هذا الجرس بإمكان المعلمين استخدامه داخل الفصل مناسب لقطع انتباه جميع الطلاب داخل الفصل وخصوصاً الطالب يطلب فرط حركة ما ينسبه بدل التوجيه يا محمد انتباه معي بعد خمس أو عشر دقائق يا محمد انتباه معي بإمكاننا استخدام مثل هذا الجرس وبالتالي من ضربة واحدة ثلاثين طالب رح ينتبهون لك بشكل مباشر مع سيرك في عملية التدريس دون توقف كذلك من الطرق السكوت للحظة السكوت من العلامات أو من الإشارات التي تعطي انتباه عالي للطالب وخصوصاً إذا يطلب فرط حركة وكذا انتباه لما نسكت المعلم وفجأة كان فيه مثيرات صوتية وانخفضت بشكل سريع رح تتفاجأ أن الطالب رح يرفع راسه ورح يحط عين على المعلم لأنه هو القائد داخل الفصل فهذه من الطرق لاستجاب الانتباه النقاط اللون الأحمر هذه مرئية بصرية بإمكاننا استخدام المؤشر ألا وهو القلم الليزر أو المؤشرات التي بإمكاننا نضعها عفوا بإمكاننا نستخدمها على السبورة بحيث أن المعلم يكون في مكان بعيد عن السبورة ومن خلال الجهاز يتم الإشارة للمعلومات التي يحتاج أن الطالب ينتبه لها كذلك استخدام اليد في الرفع يعني مثلاً يلا يا طلاب انتبهوا معي أرفع يدي بهذه الطريقة بالتالي رح ينتبهون جميع الطلاب أو مثلاً أحدث صفقة لا مانع من استخدامها كذلك استخدام الفيديوهات من خلال البروجيكتر مناسبة لاستجاب انتباه الطلاب وكذلك الأقلام بإمكاننا استخدام أقلام كثيرة إذا شعرنا أن الطالب يطلب فرط حركة جميسة باه من الطلاب اللي يحبون الألوان بإمكاننا نجعل السبورة ملونة بالتالي أستجلب انتباه وأجعله يشاهد هذا المثير البصري أو المشتت البصري أيما كان اسمه ليجذب انتباهه الخلاصة وضع الصور مرئية عن السلوكيات التي يريد أن يطبقها الطلاب والمعززات قد تكون كافية من أجل انتباه الطلاب للدرس وتطبيق تعليمات المعلم مثل ما ذكرنا في الصور المرئية أو الاستجلاب المرئي بإمكان المعلم أنه يكتفي ببعض الصور يعني بدون تعليمات ولوحة تعليمات من 1 إلى 7 وجمل يضع بعض المعلومات والله تبي تشارك ترفع يدك بالأصبع الأول تبي تستعدن ترفع يدك بهذه الطريقة بالخمس أصابع مثلا يفضل السكوت الطالب اللي مثلا يبغي يتحدث مع المعلم لا مانع من التحدث معه في نهاية الحصة أو مثلا يضع صورة للطالب مثلا يتوجه بالقرب من المعلم لأجل طلب المساعدة مثل هذه الصور كافية عن الكلام مثلا نضع علامة طالب يتكلم عليه صورة مثلا زي ممنوع الكلام أو علامة ممنوع الكلام في نهاية الدرس رح نستعرض لكم وسيلة إن شاء الله لدرسنا لهذا اليوم وسيلتنا عبارة عن تدريب الطالب على المهارات الحركية الدقيقة مثل ما واضح أمامنا نستخدم اليوم السلصال السلصال لا يميزه كاستخدام السلصال لا يميزه كاستخدام لو نلاحظ نستخدم الطلاب خصوصا في مرحلة الروضة وكذلك أولى ابتدائي إذا كان يعاني من مسألة ضعف في عضلات الأصابع بحيث أنه يقوم بعمل أشكال من خلال طبعا يتم تزويده بمثل هذا القطاع يعمل أشكال لا مانع من استخدامه سواء براحة اليد أو بظهر اليد لأجل تقوية الأصابع وهذا تفيدنا في مسألة الكتابة في المستقبل يعني تكون عنده قدرة على مسك القلم بشكل قوي مناسبة للمرحلة الروضة وكذلك مناسبة للمنزل لكن في بعض التنويهات بخصوص الصرصة لابدنا نراعي أنه ما يكون من الأشياء فيها الصبغيات لا تكون فيها رائحة قد تثير الحساسية عند الطالب لابدنا نراعي هذه الأمور يعني لما نختار المادة لابد من قراءة مكونات المادة إلى هنا نشكركم على حسن استماعكم آمل من أني قدمت لكم معلومات مفيدة حول درسنا لهذا اليوم كان معكم مهند بن سعد العبيد في أمان الله